أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بأسياد هانجشو 2022 أشاد بالإنجازات التي حققها أبطال وبطلات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأسيوية التاسعة عشر حتى الآن كما نقل لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منوها بالجهود التي بذلها جميع العداءون والعداءات للوصول إلى منصات التتويج جاء ذلك خلال زيارة سموه للقرية الرياضية ولقائه بوفد ألعاب القوى واصلت مملكة البحرين تألقها في دورة الألعاب الأسيوية التاسعة عشر والمقامة في جمهورية الصين الشعبية وذلك إثر تحقيق أبطال وبطلات منتخب القوى ثلاث ميداليات جديدة في منافسات اليوم حيث نجحت العداء وينفر ديافي من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع عن السيدات في زمن وقدره تسع دقائق وثمان عشر ثانية وثمان وعشرين جزءا من الثانية لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ الدورة الآسيوية وتمكن فريق البحرين المكون من عباس يوسف وعباس علي وسلوعيد وأوليكيمي تمكن من تحقيق ذهبية سباق التتابع المختلط أربعة في أربعمائة متر بزمن بلغ ثلاث دقائق وأربعة عشر ثانية وجزئين من الثانية متقدما على فريقي الهند وكزاخستان فيما أحرزت العداء أديديونغ أوفنيام الميدالية البرونزية في سباق مائتي متر عدوا للسيدات بعدما أنهت السباق في المركز الثالث بثلاث وعشرين ثانية وثمان واربعين جزءا من الثانية وبهذه النتائج رفعت مملكة البحرين رصيدها في الدورة إلى إحدى عشر ميدالية ملونة بينها ست ذهبيات وفضية واحدة وأربع ميداليات برونزية شارك نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في المؤتمر الدولي السابع والخمسين لأندية سباقات الخيل والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أندية سباقات الخيل العالمية واجتمل المؤتمر على العديد من الاجتماعات وورش العمل التي تم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة رياضة سباقات الخيل في جميع أنحاء العالم عقد نادي وينرز لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بمدينة عيسى للإعلان عن انطلاقة دور النجوم لكرة القدم والذي يعده الأكبر من نوعه في البحرين ومن المقرر أن يشهد هذا الدور مشاركة 1200 لاعبا من مختلف الفئات العمرية ومن كافة مناطق المملكة وتأتي هذه المسابقة التي يطلقها نادي وينرز بهدف تعزيز روح المنافسة الرياضية وتطوير المواهب الشابة في رياضة كرة القدم الهدف من إقامة دور النجوم اللي هو اليوم نحن تركيزنا أن نخلق مجتمع متكامل مترابط بين الأندية أو الأكاديميات والمراكز الشبابية اللي مشاركة مع نادينا نادي وينرز دور النجوم يهدف أن نخلق منصة متكاملة للرياضيين خصوصا للفئات اللي ما أسعفها أو اللي ما حالفها للحظ أن نتشارك في دوريات أو في منافسات في مملكة البحرين والتنظيم الرائع صراحة والقرعة ما شاء الله يعني سلوب جدا ممتاز كانت فهذا بعود علينا بحق اللاعبين الناشئة حالة بيطلعون استفادة فيهم حق كيفية اللعب كيفية ممارسة كرة الخدم بشكل صحيح طبعا نظام الدوري راح يكون عن ذهاب وإياب طبعا هاي الدوري تجميع نقاط واللي حصل عن نقاط أكثر هو اللي إن شاء الله راح يفوز في هذا الدوري طبعا المسابقة ككل تنقسم إلى قسمين القسم الأول راح يكون دوري راح يكون إلى شهر اثنين أو بداية أسبوع من شهر ثلاثة ومن بعدها إن شاء الله راح نبدي الكاس اللي هو إن شاء الله بعد العيد طبعا العوالي الإيجابية كثيرة أولها نحنا كنا نبحث عن دوري في استمرارية طويلة وهذا الشيء يمطرح طبعا في الجماعة في نادي وينرز والأمانة أنا جان أكثر من دوري حتى خلال أسبوع جاتي مشاركة في دوري بس ما كنت يعني ما حصلت المستوى المطلوبة ومن العرض اللي حصلت في نادي وينرز سواء من التغطية الإعلامية أو سواء من طول نفس الدوري وكثرة المنافسات وكثرة الأندية والأكاديميات المشاركة فهذا لأن كمدربين وكلاعبين يكون أضبط وأحسن كتأسيس فريق طبعا نحنا في بداية التأسيس طبعا في هذا السماء وهي جلعب تكرة القدم أحرز لاعب فريق نادي الرفاع الشرقي عبد الحميد تقي لقب كأس مسابقة الأساتذة لبطولة الدوري والتي نظمها الاتحاد البحريني للبولنج على صارة مركز أرض المرح وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة والتي شهدت مشاركة 12 لاعبا عن فوز تقي بالمركز الأول بعدما حصد 1269 نقطة في المجموع العام فيما جاء في المركز الثاني لاعب الرفاع عبد العزيز الشيخ برصيد 1262 نقطة وحل في المركز الثالث لاعب البحرين عبدالله عبد الكريم ب1256 نقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر